السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمود ربيا. النهاردة هنتكلم على سماد NBK. ازاي تستخدمه? وكمان كل نبات بيحتاج قد ايه? لو المرة تشوفوا القناة اشتركوا فعلوا اجراز لو عجبك الفيديو دوس لايك وارك كلنا نشارك الفيديو مع اصدقاء اصحابنا. خلي الكل يستفيد. نبات سماد NBK يحمل ثلاث عناصر او بيرمز الى ثلاث عناصر. اول عنصر هو النيتروجين وده بيرمز لحرف ال N وده بيساعد على النمو الخضري. تاني تاني عنصر هو الفوسفور وده بيرمز الى حرف ال B وده بيساعد على نمو الجزور. وتالت تالت عنصر هو البوتاسيوم وهو بيرمز لحرف ال K بيشجع على الازهار والاسمار. حضرتك ان لما تروح تشتسأل على المشتل او بتروح تسأل في محل انا محتاج سماد للنباتات ايه هاخد للنبات? قبل كل حاجة لازم انت تعرف انت محتاج ايه للنبات? يعني انت لو عايز حضرتك عايز عايز تحتاج الى طبعا حاجة تزيد النمو الخضري. فانت بتاخد نيتروجين اللي هو بيرمز لحرف ال N. لو عايز حاجة للجزور لتقوية النبات هتاخد حرف ال B اللي هو فوسفور. لو عايز تاخد حاجة للازهار والاسمار الاشجار المسمرة تاخد افضل حاجة هو البوتاسيوم هو حرف ال K زي ما انتم شايفين حضرتكم كده الكياس اللي موجودة في المحل طبعا بتاع المحل ما تكونش عنده ضمير وكمان بتاع المشتل اللي خلاص انت حضرتك بتروح تقول انا عايز حاجة للصمار او عايز حاجة للظهور بيديك اي اسماد عنده زي كده الكياس اللي زي كده هو ما يعرفش هو عايز يبيعه خلاص فما عادش في ضمير. فانا ازاي تعرف حتى لو انت روحت ليد بالشكل ده. اولا لازم ان تعرف ان انت حضرتك احنا بنستخدم افضل سمات بنستخدمه في المشكل هو سمات NBK عشرين 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 او NBK عشر 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 او خمساشر. ليه? لانه فيه كل العناصر متعدلة. فحاجة واحدة بس لو انت لو بس احنا كنا بنستخدمها حاجة واحدة بس هي النجيل او السيل النجيل كنا بنستخدمه من غير الازهار يعني احنا كنا بنستخدم البي البي والان نيتروجين وفي صفور بس لنجيل. غير كده كنا بنستخدم كله عشرين عشرين او خمساشر NBK عشرين عشرين لانه فيه معدل كل حاجة. عايز اقول حاجة كمان مهمة جدا. النباتات المريضة بلاش تسمدها. وكمان النباتات اللي هي الصغيرة اللي انت لسه زرحها الصغيرة. او البراع بلاش تسمدها. زي ما انتم شايفين كده طريقة التسميد معلقة صغيرة لكل نبات كل شهر بتتسمد مرة واحدة بس. معلقة صغيرة لكل نبات. طب لو عندي نبات صغيرة وعايزة عايزة سمدها ممكن تحط معلقة صغيرة على اثنين لتر مية. ويسقي بها النبات مش هتتأثر. زي ما انتم شايفين كده دي طرق التسميد يجبال تسميد كل شهر. بلاش ندي النباتات المريضة والنباتات الصغيرة بلاش نديها. ولما نسمت ما نسمتش في الحر. اما الصبح بدري هي اما بالليل. اما بالليل او بعد بعد العصر. طبعا التسميد ده بينفع فيه الاشجار الداخلية والخارجية. وبيساعد على التزيير زي ما انتم شايفين كده. وبيساعد على النمو والخدري للنبات. وافضل حاجة بتساعد على النبات. ياريت تكون الفيديو بتاعك بحضراتكم ما تنساش توس لايك. تاني حاجة معانا هو السماد البلدي. السماد البلدي ده السماد يا جماعة بتاع الطيور وبتاع الحيوانات. بس ده سماد معقم يعني ده ما فيهش فطريات ولا فيه ولا فيه بكتيريا ولا فطريات وكمان خالي من البزور او كده. فانا بنصح ان انت لما تروح تشتريه تشتريه من المحل بيكون شكله كده بيكون شكله جميل ويكون كمان تحطه لنباته افضل وقت للتسميد هو شهر عشرة واحداشر اتناشر واحد واثنين وثلاثة. فافضل وقت للتسميد للنباتات. انت حاليا تسمد بالسماد البلدي ده وتزود للتربة مفيش مشكلة. هو جميل جدا وبيساعد على لان الجو حاليا برد وانت كمان بتساعد بيخلي النبات يدفع وكمان يمده ومفيد جدا للتربة. زي ما انتو شايفين كده تي. ياريت تدعمونا بلايك وشير وشارك الفيديو واي اسأل سجله في كمانت تحت طبعا بتاع اصحاب المشاة اللي هيزعلوا مننا مش مشكلة المهم ان كله يستفيد زي ما انتوشي.